المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في الأسبوع السادس الكثير من المناقشات وكما جرت العادة المناقشات الحامية هي دائما شيء جيد جدا وفي منطقة الإيجابية لأنها بتولد أفكار طيب هنتكلم أو عايز نتكلم على مسألة إزاي هنخفض الدين العام عايز أعرف في طرق استراتيجيتنا في الصناعة تبقى للمناقشات ومحاورات الحوار الوطني وصلت لحد فين عايز أعرف الغلاء والتضخم وتقليل الأعباء على المواطنين هتبقى إزاي فأنا هترك الكرة في ملعب سيادة النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين يا دي النور أولا ربنا خليك يا يوسف إزاي الصحة كله تمام؟ الحمد لله أبدأ من أنية حتة هو إحنا لو كفنا الدين العام يبقى كويس طيب تعالي نتكلم حد على الدين العام الحقيقة النهاردة كانت جلسة مهمة لأنها الجلسة الرابعة في نفس الموضوع الدين العام لأنه هو موضوع متخصص اقتصادي له بعد سياسي صح يعني الكلام فيه لازم يكون كلام علمي وقابل للتحقق ودايما أي رأي بيتقال فيه لازم يبقى بقيس كمان الأصل الاقتصادي والأصل الاجتماعي والسياسي لأنها مش حلول فيزيائية بالبلة دي ما هواش هبد ده علم عين وشديد الدقة وليه أبعاد مهمة جدا أن كل حركة فيه بيتمثل ترس في كل التروس اللي بيتمثل في الاختصار الحقيقة النهاردة كان فيه جلسة يتعتبر أنا باعتبارها من أهم الجلسات العامة اللي كانت موجودة في الدين لأنه كان فيها مجموعة من الخبراء والتنفيذيين الحكومة المصرية كانت ممثلة النهاردة في الحوار الوطني للاستماع للخبراء بنائب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك والصراحة أن الآلو ممثل الحكومة كان فيه نوع من أنواع الانتصار لفكرة الحوار الوطني أن الحوار الوطني استطاع أن يجذب الحكومة أنها تستمع للخبراء لإيجاد حلول خارج السندوق فده كان النهاردة مكسب مهم جدا الدين العام إحنا عندنا مشكلة أن إحنا بنبص للدين العام نظرة واحدة الحقيقة الدين العام هو جزئين الجزء الأول هو دين عام محلي وبالعملة المحلية يعني ودين عام خارجي اللي هو بالدولار أو بالعملات الأخرى والدين العام المحلي مقصم كمان لأجزاء فيه دين على موازنة الدولة أجزة الدولة وفيه دين على الشركات العامة والقطاع العام ما نزا ما بنقول القطاع العام وفيه جزء يخص لهيئات الاقتصادية إحنا كنا في تنسيخات شعوب الأحزاب والسياسيين النهاردة كنا بنقدم ورقة مركزة شوي على الدين المحلي المحدش كان بيتكلم عن الدين المحلي الحقيقة الدين المحلي رقمه كبير احنا بنكلم على 6 تريليون فوايد خدمة الدين فيه كبيرة فبتقص قدر كبير جدا من الإرادات اللي بتيجي من الدولة زائد إن هو أحد المؤشرات اللي بيرتكن إليها مؤسسات التقييم الدولي علشان كنا نهاردة كنا بنكلم على إزاي نخفض الدين العام المحلي فكان عندنا مثلا بعض الأفكار زي فكرة مبادلة الديون محليا إزاي لو فيه بنك عام أو أحد الجهات المستدينة من بنك الاستثمار يبقى الدين ده عبارة عين حصة استثمارية حصة استثمارية في رأس المال ونستغل الأصول الغير مستغلة لبعض الجهات إنها تنتقل ملكيتها للبنوك العامة أو للبنوك اللي سلفت الجهة وبرضو الهيئات الاستثمارية وبنك الاستثمار طبعا مكاستثمار طبيعة أمواله وزاد طبيعة خاصة فيجب الحرص فيها فعشان كده إحنا طالبنا نتشكل لجنة مزدوجة ما بين البرلمان بغرفته والحكومة عشان نقدر نقيس إزاي نحاق الفكرة دي وناخد كل نوع من أنواع الدين بطريقة قياس معايدة ما نقدرش ناخد حل يمشي على كل الجهات لأن كل جهة وليها طبيعتها وكل دين وليه طبيعته الحاجة الثانية كنا بنتكلم على إن لازم بنك الاستثمار يقوم بدور مهم جدا وهو المقيم لدراسات جدوى الدين أنا راح استلف علشان أعمل مشروع مين يقول إن المشروع ده زو جودة أو زو جدوى هيوفر لي عائد يسد الدين ده أو لو أنا بعمل بنية تحتية طب أنا إيه الاستثمارات اللي ممكن أعملها على جانب البنية التحتية دي علشان تقدر تجيب لي عوائد فإحنا كنا بنطالب بنك الاستثمار النهاردة إنه يكون أحد المقيمين لإقتصاديات الدين برضو تحدثنا على جزء في آلية خفض الدين العام وفويده إن إحنا لازم نغير فيه الهيكل أعمار الدين المصري الدين العام كله الدين العام كله إن كان دين محلي أو دين خارج الحقيقة كمان إن إحنا عندنا مشكلة إن إحنا يمكن حتى الأزمة اللي كانت حصلت على فكرة إن إحنا عندنا فويد خدمة الدين كتيرة للفترة الجاية هي بسبب إن إحنا كنا شغالين على لفترة ما كنا شغالين على دين قصير الأجل فبيحل معاده مع الفايدة بتاعته فبيعمل لي أزمة ففيه فكرة بتقول إن إحنا نطول أمد الدين ونخفض تكلفته إزاي في إطرحات كتير إننا نستخدم أدوات دين جديدة في السوق وليها لغاية دولات ما فيهاش اضطراب في سوق الدين زي السكوك السيادي وإحنا كان عندنا طرحة كويس سندات الساموراي اللي لسه مطروحة من قيمة أسبوع دي مزيتها في حاجتين السكوك السيادي مزيتها الحقيقية إنها طولت الأمد الفايدة بتاعتها منخفضة إنها لا يمكن طرح سك سيادي إلا على أصل بيكون ضمانه أصل يجر عائد فأنا هنا ضامن إن فيه جزء من الدين هيسددوا الأصل من العائد بتاعه زائد إن العائد اللي هيجي من إنتاج أو من خدمات ستؤدى ده معنى إنه ده هيزود الناتج القوم المصر فأنا بزبط الاتنين كمان كان فيه إطروحة النهاردة كنا بنتكلم عليها وهي السندات المحلية السندات المحلية مزتها بين قصين يعني التمويل الشعبي أنا عايز أعمل محطة كهرباء في إحدى المحافظات طيب ما نطرح سندات للمواطنين زي ما عملنا في مشروع قناة السويس يمول وده جزء من الحفاظ على مدخارات المحليين إنه المواطنين محليين وفي نفس الوقت أنا هعمل المشروع القومي بدون الاستدانة ولا محلياً ولا خارجياً ده استثمار ده استثمار وفي ميزة في السندات المحلية الحقيقة والتمويل الشعبي ده إنه لا يدخل ضمن الدين العام يعني طول فترة طرح السند الفترة دي مفيش دين عام إنه عمليين ما هوش دين بالمعنى المفهوم فلان بيستثمر في كذا وبياخد عائدات استثماره فدي أحد الآليات النهاردة كنا بنتكلم كمان في ويمكننا بلف إحنا في تنسيئة شباب الحزاب والسياسيين مركزين عليه جداً وهيكون من الحاجات اللي إحنا دخلين كمان فيها يعني في التكتل البرلماني بتاعنا في مجلسنا وفي مجلس الشيوخ وهي فكرة إصلاح الهيئات الاقتصادية لإن أنا بستدين ليه لإن أنا عندي عجز موازنة العجز ده لازم أمويله باستدانة بين قصين الدين بشعيم يعني عشان بس بالسبة كل دول العالم الكبير 194 دولة في العالم مديونة كلهم منهم الدول الكبيرة كلها فمعنى ذلك أن أنا عايز أجيب دين أقدر أستفيد بيه كويس لو أنا مشيت في الخطوة دي يبقى أنا لازم الأول أعرف أنا ليه بستدين عشان عندي عجز موازنة طب إيه اللي عامل لي عجز موازنة إن أنا عندي 59 هيئة اقتصادية تبقى للآخر موازنة منهم ما يقرب من 37 هيئة بيخساروا الأصل في الهيئة الاقتصادية إنها طلعت في في السبعينات إنها يبقى نموذج اقتصادي برا الموازنة عشان ما تقيدش بالإجراءات الحكومية والراتونية عشان تتحرك بمرورة طب الهيئات الاقتصادية خرجت عن الخط المرسوم إليها وبقى تعب على الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية بتستدين وبتستدين محلي وأجنبي إيه الحل؟ لازم الهيئات دي ترجع للخط هستفيد حاجتي تستطيع إنها تسدد دينها وتساعدني في زيادة الإرادات اللي إن الفائد بتاعها جزء من الفائد بتاعها بيروح تبقى للقوانين كل حسب أنواحها الفوائد دي بتروح للموازنة العامة فأنا كمان خلقت فلوس إيراد جديد للموازنة العامة اللي إحنا بنسميه الحقيقة زلمال الجديد بعيدا عن الدرائب وبعيدا عن الارضات الأخرى الموضوعات دي إحنا كنا بنتكلم فيها النهارة كتنسيقية شغل الأحزاب والسياسيين لإنها موضوعات إحنا من وجهة نظرنا إنها مهمة متخصصة ويجب أن يكون فيها حلول جزرية لإن إحنا لن نستطيع الاستمرار بهذا العدد من الهيئات الاختصادية الخاسرة طبعا عندي هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول من أنجح الهيئاتين والحمد لله كمان بيوفروا فلوس للموازنة بالضبط كمان اتكلمنا على فكرة إن لازم يبقى فيه رقابة برلمانية لصيقة للقرد إحنا وحلاك نقف في البرلمان وعارف إن القرد لما بييجي إحنا لا نقترض إلا بموفة البرلمان فالبرلمان بيوافق على القرد ثم يرى نهاية هذا القرد أو العائد بتاعه أو استخدامه في الحساب الختامي قد يلحقوا النواب الحاليين وممكن الدورة اللي بعدها لكن ما فيش لجان بتابع الاستغلال الأمس مثل لهذا القرد ويمكن تقرير الخطة والموازنة السنة دي والسنة اللي فاتت عن الحساب الختامي كان أبدأ ملاحظة على متكررة من السنة اللي فاتت والسنة دي على فكرة أن هناك قرد من البنك الدولي بخمسمائة مليون دولار لتنمية محافظتين زي سهاج وإنة لكن ما تصرفش منهم الأرقام صغيرة وللأسف راحوا فيه استخدامات زي شراء سيارات وهجاز وكان فيه ملاحظات نوعية والبرلمان أثارها في المناقشات العامة عشان كده احنا اقترحنا النهاردة كتنسيقية أن يبقى فيه لجنة لصيقة من البرلمان لمتابعة تنفيذ القرد يبقى وأنا شغال في القرد فيه لجنة منبسقة من لجنة الاقتصادية من اللجان المختصة تبص على القرد ده استغلاله أمسا ولا بيش أمسا ماشينا احنا على الخطة بالمضبوط وفي المواعيد ويبقى فيه مؤشرات قياس للقرد ده لو اقتصادياته النهاردة من الأطرحات اللي تقالت وإحنا كنا متبنيانها في المناقشات الموازنة القانون المالية العامة أثناء منقشته في مجلس شوخ وفي مجلس النواب هي فكرة الإسراع بتنفيذ موازنة البرامج والأداء خلينا نصرها الموازنة الحالية اللي احنا ماشيين بيها اللي هي طريقة الأبواب والبنود من الموازنات المعقدة فيه قياس الأثر بتاع الصرف فيها تقدرش تتبعها قوي يعني دايما تتبع الانتهاء بتاعها لحساب الختاب البرامج والأداء ميزتها إن كل برنامج جيه مؤشرات قياس ومستهدفات فتقدر وهو شغال طول السنة انت بتتبعه فلو فيه انحراف عن الخط العام تقدر تجيبه بدري بدري فيبقى فيه رقابة بالبلد كده قبل ما المشروع يخلص ما نستناش لغاية ما السنة المالية تنتهي ونجيب الحساب الختام فإذا كان في الأمور أمور أبكي على لابا المسكوم يعني بهذا المعنى فده بيديني كمان إن أنا ما عنديش أموال مهضرة دي كانت مجموعة الموضوعات اللي اتكلمنا فيها النهاردة وكنا كمان بنتكلم على فكرة إن يبقى فيه تركيز أكتر على اقتصاديات القرد الفكرة مش إن أنا باقترد عشان عندي القدرة أن أقترد أو عندي فرصة كويسة فروح أجيب منها قرد لا الحقيقة لا أنا هجيب القرد ده هستخدمه في إيه هسده إمت طبعا فيه معضلة النهاردة جات في المناقشات وإحنا بنتكلم ممكن أثارها السيد عفتاح الجبالي وإحنا بنتحدث هي فكرة إن رفاهية الجيل الحالي أو أو الأجيال اللي بتسترف دلوقتي إحنا بيجينا رفاهية من على حساب الأجيال القادمة فإحنا عندنا معضلة في الدين هي معضلة أخلاقية شوية واجتماعية إن أنا برايح الجيل ده أصد أجيال تانية جاي نحملهم أعضاء تاني حاجة إن أنا لازم أبقى عندي استهداف للقروض اللي بتساعدني على الخطة التنمية بيش إن أنا استخدم قروض في الإنفاق الجاري يمكن أحد المشاكل اللي موجودة في هيكل الدين الحقيقي اللي موجود عندنا في مصر إنه دين تراكمي بالذات الدين المحلي لإحنا كنا بنستلف عشان يعني نأكل ونشرب بنجيب تموين من الآخر فده بنسميه دين للإنفاق الجاري الحقيقة إن ده مش مستحب للوقت ما ينفعش ولازم يبقى كل لو هنستدين أو يبقى عندنا فكرة في الدين إن إحنا نتجه إلى ديون تكون ذات عائد ويكون ذات استثمار باستخدمها في الاستثمار أظن إن مجموعة المحاور اللي تقالت النهاردة وحتى الأطرحات اللي طرحت من بعض المتحدثين كانت في هذا السياق زائد إن إحنا كان فيه توافق شبه توافق عام على طرح إحنا كنا طرحنا في الجلسات السابقة وهو وضع قانون لسقف الدين العام لازم عندنا قانون لسقف الدين زي أمريكا زي أمريكا ونبيش الأمريكا بس بقيت الدول إحنا حاليا عندنا شبه سقف لإن إحنا في قانون بربط الموازنة إحنا بنقول فيه سقف للوزير إن هو يستدين بالعجز أو بالجزء المكمل الفرق بين الإرادات والمصرفات لكن الحقيقة إنه برضو في نفس القانون فيه تفويد للوزير إن هو وزير المالية إن هو يستدين طالما أن فيه في نسبة المعقولة النصوص دي محتاجة إحكام وربط عشان كده إحنا بنطالب بقانون لسقف الدين مرحليا ممكن نعمله في قانون ربط الموازنة كل سنة نحط رقم لإن برضو سقف الدين ده بيتحرك تبقى للخطة الاقتصادية والاجتماعية اللي إحنا مهدفينها المستهدفات بتاعتنا في التنمية فبرضو لازم السقف ده يكون مرن حتى في الأمريكان وإنت عارف إنه خلاص بيحصل تصويت كل شوية كل سنة بيحرحكوا السقف يعني يجي سؤال بما إحنا فتحنا الموضوع بتاع مبادلة الديون ولكن في إطار الدين المحلي أو الدين الداخلي هل فتح حديث حول مبادلة الدين أيضا مقابل استثمار على الدين الخارجي؟ تفتح النهاردة الإطرحات دي وكان في بعض الزملاء من بعض الطيارات السياسية طرحته وإحنا كتنسية كنا مأيدينه إن كان فيه نموذج زي نموذج مبادلة الديون مع الدولة الإيطالية وده نموذج قديم ومستمر وفيه نموذج مع ألمانيا في 52 مليون دولار كانوا بتكلموا على تبادل ديون وصد إنهم يعملوا مشروعات خضراء أو طاقة خضراء في مصر تبقى لتوصيات الكوب 27 فإحنا النهاردة كان فيه توصية بالتوسع في فكرة برنامج مبادلة الديون في بعض الطرحات طلعت على فكرة إن احنا توجه لنادي باريس وأعادة جدولة الدين الحياة الموضوع ده لازم الناس تتحدث فيه بحرص جدا لإنه له أثار سياسية وله أثار اقتصادية أنا إمتى أروح لنادي باريس لما تبقى الفرصة سانحة زي ما حصل معنا في التسانة دي كانت لقطة طريقية وقدرنا نستغلها لكن الآن أنا ما أقدرش أروح لنادي باريس وأطالب عادة جدولة الديون لإن ده هيعمل إعادة تقييم الاقتصادي فقالبش هقدر بعد شوية إن أنا أعيد أستلف وأنا كده كده لازم هفضل أستلف وصله العالم ليس ملائكة وليس شرقية صحية فنادي باريس دول مش نزل لنا من السنة صحية ولو رحنا لهم بالذات اليومين دول أنا تحبط تحت الدرس حيلا عشان كده الموضوع ده ملف أولا لازم يكون الناس يعني أنا بدعو أن كل السياسين والاقتصادين يكونوا يعني عندهم من الروية في طرحه لازم يبقى بطريقة أفضل ثانيا أنا ممكن أروح لنادي باريس في حالات أخرى إن أنا مثلا المجموعة الأفريقية كلها أفريقيا قارة أفريقيا راح أبطالب بعادة جدولة وأنا رأس أفريقيا يجوز منطقة الشرق الأوسط أو دول الشرق الأوسط يجوز إن أنا نبقى مجموعة لكن فرادة كده لوحدنا أظن إن إحنا يعني وضعنا السياسي والاقتصادي هيتأثر كتير جدا فإحنا لا يمكن إن إحنا نخل بمبدأ الأمن القوم المصري والروح الخطوة دي دون حساب كل عوائقها وكل العقوبات اللي ممكن تيجي من وراها أو العقابات اللي ممكن تيجي من وراها لأنها تأثر على اقتصادنا بشكل كبير فالنهاردة كان فيه كلام وكان فيه ردود يعني فيه ناس مؤايلة وناس معترضة لكن الموضوع كان يعني فيه حرص شديد جدا لكن مبادلة الديون هو كان من الموضوعات المستحبة جدا واللي كان فيها يعني شبه التوافق ما بين كل الناس اللي تكلموا ضبط الإنفاق العام فيه كلام فيه رأيين فيه عشان برضو لو أنا بخفض الدين العام أنا لازم أخفض العجز عشان أخفض الدين العام الحقيقة برضو فيها قولين فيه قول يقول إن الإنفاق لازم يكون ضروري طبعا عندي إنفاق اجتماعي على بعض الفئات ما قدرش أشيل إيدي منه وفيه جزء بيقول أنا ممكن أعمل إنفاق عام لكن يكون إنفاق منضبط ودي معايير فاروح بقى للدعم النقدي ولا للدعم السلعي يعني هتجرنا في بعض الدبيت الأيدولوجي في القصة وبردو أظن المهم إن احنا نفتح فيها قوس إنفاق عام ده معناه إن أنا ممكن أقلل أو حد يفكر أو يطرح مسألة تقليل الإنفاق على مشروعات قومية وبنية أساسية بص خلينا نتكلم بصراحة المشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية هي مرتبطة بخطة التنمية اقتصادية حلو الموضوع ده ما ينفعش إن أنا وقفه مرة واحدة ما فيش حاجة هل يضد إنه يقف أصلا مرة واحدة ولا مرتين فعشان كده الناس بس لازم تبص الموضوع هو بس الموضوع بيتاخد بشكل سياسي الناس لو بصت لعشرين تلاتين خطتنا الاستراتيجية عشرين تلاتين والخطة الاقتصادية والاجتماعية اللي بتطلع كل سنة مع الموزنة أظن لو ربطوا ما بين المستهدفات والمحقق الناس اللي بتقول إن إحنا نوقف في المشروعات القومية أظن هيغيروا الرأيهم وهيبقوا مع المشروعات القومية لأهم بس يفتحوا أول صفحة في الكتاب جون كينز عمل إيه جون كينز قال إيه جون كينز في الأوقات اللي زي دي يعني بعد الأزمة الاقتصادية بتاع تسعة وعشرين قال إيه هو اللي قال كده بتخلق فرص عمل طبعا وبتقلل حاجات كتير لكن هي القصة برضو إن الناس أنا زي ما بقولك إنت بتقول الطرح اقتصادي ولا لك أهداف ايدلوجية سياسية بشعيب طبعا أنت عندك ايدلوجية سياسية وتوجه الاقتصاد طبعا لكن في أوقات أظن إن إحنا لازم ننحي فيها الايدلوجيات ونطفق على إطار قومي إحنا في لحظة تاريخية في عمر الدولة بنحلم إن إحنا نقفز للجمهورية الجديدة عندنا شوية معوقات عندنا شوية معوقات ما هتش قدر ينكر عندنا شوية أخطاء محتاجين إن إحنا نعالجها أظن إن النهاردة الحكومة كان بتتكلم في الحوار الوطني على معالجة هيكل الدين وأظن إن كلام الحكومة على إعادة هيكل الدين ومد عمر الدين أظن إن ده احتراف ضمني إن حصلت بعض الأخطاء في حساب عمر الدين وتكلفته أنا مش عالف أقول لك إيه بص أنا عايز نعود أكتر وأرجوك أرجوك يعني إحنا النهاردة الثلاثة لو سمحت إذا أمكن الأسبوع الجاي عاوز أكمل أنا في بقية المحاور يعني لأن أنا برضو مش عاوز أسيب محور الصناعة والإنتاج لأنه أبقى لو أنا عملت كده هتبقى منقشة مبطورة وأقرب إيه لمساءتها البضل أول ولا الفرخ لأن أنا برضو عاوز صناعة وإنتاج يرفع لي من معادلتك قوي الإجمالي فهيبقى في عندي قدرة أوسع وأكتر مرونة على سداد المزيد من الدين بس لازم أخفض سعر الفايدة ولو خفضت سعر الفايدة عندي مشكلة في التضخم فهي ما هي برضو بدا الأول بلا الفرخ أنا عايز أشكرك نورتلي وشرفتلي كباجرة العادة سيادة النائب أكمل نجاتي عضو مجلس أشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في حوار كان شديد الوضوح والشفافية على مناقشة من ضمن مجموعة مناقشات حول الدين إذن في هذا البرنامج هو أي حاجة في الدنيا قبل للنقاش بالمناسبة وفي هذا البرنامج هتجد دائماً كل الأراء تاني كل الأراء فاصل وهنكمل الكلام بس عندنا لقاء خاص بقى جداً لما هنكمل فيه الكلام مع مادام مع الأستاذة مع الكابتن نجوة غراب السباحة العالمية القاب أنا محتار أنا ديها بإيه لما تنورنا وتشرفنا ودخل الستوديو بس لما تيجي أنا هسألها اللقب الذي تفضلوا استنمونا موسيقى